احتفلت الكنائس الفلسطينية والتي تسير حسب التقويم الغربي بأول أيام عيد الفصح المجيد وتقام بهذه المناسبة الصلوات والقداديس في كنيسة القيامة وفي سائر الكنائس اللاتينية بالمدينة المقدسة وبيت لحم وبيت ساحور وبيت جالة وأريحة في حين تحتفل الكنائس في محافظات رامالله وجنين ونابلس بعيد الفصح المجيد موحدة حسب التقويم الشرقي في الثاني من أيار المقبل وكانت الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي احتفلت منذ السبت الماضي بسبت النور حيث ترأى صابت ريارك القدس للاتين بير باتيستيا بيت سبالا قداسا في كنيسة القيامة بمشاركة لفيفا من الأساقفة والكهنة والرهبان والرهبات وعدد من المصلين